أعادت السلطات الطيلندية فرض مجموعة جديدة من القيود الصارمة بما في ذلك حظر التجول وإغلاق مراكز التسوق في عشرة مناطق ذات وضع حرق بسبب تفشي وباء كورونا يأتي ذلك مع اقتراب حصلة الإصابات اليومية من تسجيل عشرة ألاف حالة حيث من المقرر أن تدخل حزمة الإجراءات التقييدية الجديدة حيث تمهيز بداية من 12 يوليو الجاري ولمدة أسبوعين ترجمة نانسي قنقر